بس جمال ايه موضوع الشيخ حسني؟ الشيخ حسني؟ الله الشيخ حسني ده الشخصية لطيفة جدا ايه الموضوع ده؟ وكان نجم فيلمك كتابت انت النهاردة حاجة عن الشيخ حسني وكارلوس كيروش اصلا انا قاعد بقالي يومين او ثلاثة يام متابع فصول الحوار أستاخن جدا اللي كله مفاجآت يعني كل ما تقرأ حاجة والرجل الشيخ حسني فاتح لينك مع الصحفيين اللي هو كارلوس كيروش كارلوس كيروش بمعنى اخر فاتح لينك مع الصحفيين لدرجة ان كل المواقع وكل من يتصدى للكتابة في هذا الموضوع يقولك تصريحات خاصة ايه ليا يعني ده 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 رجل جامد جدا اه فهو فكرني انا عايز اعبر انا مش لاحق اتابع الحدث فعايز اعبر عن احساسي بالموقف ده فاللي جيه في دماغي بصراحة الشيخ حسني بس كيروش بقى تفوق على الشيخ حسني في حاجة ان الشيخ حسني كان فاكر ان المايك الماكروفون مقفول حاجة بتكلم على المشهد الشهيل الفنان القدير الراحل محمود عبدالله اما فضح الدنيا كلها اه فيلم كتكات اه وحكى بقى حكى كواليس اه فانا الفارق بينهم وبين بعض ان كارلوس كيروش كانش قافل المايك لا هو عارف ان المايك مفتوح اه زي ما كانت تصرفاته اثناء ما هو بيدرب منتخب مصر كان نفس الحكاية ما كانش بيخاف من حاجة وكان اللي في قلبه على لسانه يعني بس في فرق اه رد فعل ابطال فيلم كتكات كلهم كانوا مكسفين وخايفين واللي بيستخبق واللي بيجري ايه للأسف الشديد رد فعل الناس اللي ذكرهم بقى لا عادي جدا لا بيردوا اه وطلقوا حرامي ويردوا عليه وطلقوا عايز ياخد فلوس مش فلوس وليه طيب انت ليه تتفاوض معي تاني ما هو ده برضه يجرنا للجزئية الأسزيع التحدي حلوة وملعوبة اه هو شريف الحقيقة اول ما اراها حلوة اشجعني وقال حلوة وملعوبة حلوة واستاذ كالعادة ربنا اخليه